اي سيستم هلا هون راح اتقره لازم انها تعمل background information في كل حالة من حالات لازم تعمل لازم تعمل background information عن هاد السيستم و الاشياء العملية المستعملة فيه هلا في عينجي هون منزل عصر project او عشرة افكار اختار منها هلا بنحكى عنه و كل project بدك تعمل تمشي بالخطوات الثانية نفوليش نحن تعمل دائما background information ممتوبة لهذا المشروع تعمل بعدين concept design ايش يعني concept design يعني الفكرة بس الاساسية عن project ايش كي بدو يشتمد الفكرة العامة تبعد project وهذا بشمل دائما block diagram قبل ما تدخل بشكل تفصيلي بتفصيلات السيستم تعمل concept design تعمل البلوك تعمل مش البلوكس الرئيسية كل بلوكس وبعدين كانت تدخل على كل واحد من هذه البلوكس تاني بدكون description كيف بدو يشتغل السيستم هذا يعني كلام بقول هذا الوصف كيف بدو يشتغل السيستم الوصف للسيستم كيف بدو يشتغل ايش الاشياء يكسير ايش السيجنلت اللي تمشي فيها من ضمن الـ background information تتطلع بقي standards عالمية او applicable standards standard هاي ممكن تكون بريتش standards ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون standard تعمل 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 تطلع في هذا الـ هذا الـ product هذا إلا يكون فيه standards كل standard هاي تعمل لسيجنة وكل standard ايش اللي بوصفه ايش بحكي بنا تعمل بعدين بدنا نعمل هنا هون description لـ ايش الـ اللي بحتاج هذا السيستم هلا ويشوفها الأمثل على بعض هلا حتى لو ايش ما اخذ مادة التـ مشكلة هلا بتعمل الـ الخاص لهذه الـ وإنما سيتم تقولك دارسين مجرمت بتعرفو شو يعني تابعتها و الخاص مطبوبة لهذا السيستم هنبدى محركات بدي Linear Actuator ايش بالضبط الي محتاجوا بالحالة هاة حتى اشرقوا هذا السيستم بعدها بتنختار الكنترولر ليش بنوع الكنترولر؟ نحن نستخدم PLC أو BIC أو PC وانا في فصل بنزده حوالي ثلاث صفحات في آخر المادة هايت تقرؤوه بحكي عن أنواع الكنترولر وأنواع الكنترولر الكورتوس وزمدكم عشان يعني تساعدكم في المشروع ممكن نبدأ في هذا نحكي فيه هلأ ما نأخروا لآخر المادة عشان تستفيدوا منه من ناحية عملية فيه كمان كيس ستاديز أنا ملزلها برضو بتساعدكم كأمثلة على سيستم ديزان ملزل حوالي ثلاث كيس ستاديز كمان المادة في آخر هذا المادة آخر المادة ملزل ويبسايت عدنا نتطلر على الكنترول الألغورتوس كيف نتحكم إذا كان مثلا بدي أعمل ممكن تكون بس all-off controller في الحالة هاي كمان هنالكاعة تفسير السبعة ترانيه اللي flowchart flowchart للsoftware دكتور الكود كانت عم تصمم السيستم هاي دي هون مهمة جداً كنت بتعمل السيارة على بلاتفورم يعني مثلاً في أحد البروجيكت بلاتفورم لسيارة بدي أحمل السيارة على بلاتفورم بلاتفورم ليش أحد أهم الرئيس اللي ممكن ينشأ لدي هون طبقاً مازن سيارة لأفسها مازي مزبوط أيش كمان؟ طبقاً بلتنزل يكون فيه ايش تحتيه وين؟ بيكون ايش ايش يفتح فيها ممكن تقول فيي object تحب تاريك object وممكن يكون في شخص واقف هون كيف انت بدك تحمي هذا الشخص؟ كيف تمنع هذا الشخص لانه يوفر؟ هلأ أنت ممكن تمنع الخياف هاي أصلاً ما تنشأ مثلاً أنك تكون حاطئ خلاص تنحط أصلاً بس إفرد أن تبدأ تسمح المنطقة هاي إنها يكون inaccessible شو تغير تحب 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 سنسر مثلا سنسر تابل detection إذا هاي منطقة كلها فاضي وهاي منطقة كلها فاضي فبدا تطلع على السيستم 2 patient hazards اللي موجودة في واحد مثلا من هذا اللي هو بيو ديزل بيو ديزل بيو ديزل بيو ديزل بيو ديزل بيو ديزل نعم في المسال في المسال بس هل السيفتي مفهوم السيفتي في الميليترية بيختلف ماشيين بس نفس الإشي ممكن فيه هذرد أن يرجع المسال يضرب في الشخص اللي يكون فيه ريسك له هذرد إذا تعمل تصميم أو الهذرد اللي موجودة تصميم أو ضيف أشياء للسيستم تحمي من الهذرد أو ريسك هاي مهمة جدا بالناحية عملياً لازم تكون عندك خبرة وعندك تفكير ما تتفكر بالهذرد هذرد يعني هذر المرتبطين بعض نعاش واري يزر بدك تعمل واري توصل بيختار بدك تفرجي كيف بدك تعمل واري ما بين هذول تفرجي وكيف بدك تعمل وكيف بدك تعمل لذي تعمل بيختار وكيف بدك تعمل 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 إذا تكون فترة من فترة، إذا في شوائق هواية، يمكنكم فيه فلتر معين، فلتر هذا بنظر هذا الزيل، أو الهيدروليكوين حيث أنه ما يعملش بلوكين، إذا هيا 14 كطوة هيا بديو يشمل ها التقرير قلنا. بتكتاخد، بتكتاخد، بتكتاخد الفكرة العام بتبعة السيستم، وترسمها كبلوك، بتكتوصر كيف السيستم بيشتغل، إيش الستاندرد يدي لها علاقة لهذا المجال، إلي يكون في إشي. مثلاً بلكنت تعمل سرش وتشوف إذا ما فيه في النهاية الموجات ما فيه، بس احكمان ضعيف أنه ما لكم فيه سكامبر، لأن معظم الناس يدي بيصمروا هاية الأشياء بيوها عالمياً، مفهوظهم باتبعوه، بيتبعوه مواصف مواجهة. إيش الــ.. والكنترولر كهاردور، اللي بنا نستعملهم، إيش الكنترول لالكوروثم؟ زي ما حكيت، أنا بحكي أكثر عن الكنترول لالكوروثم، متفصيل أكبر، الطعام الوحيد التغيير التعبير الأساسي وإيش السيختات المتبوبة كيف بدك توصل هاي الأشياء ببعض يعني مثلا ما ترونزل؟ ترونزلل كانت 4 إلى 20 مليمتير وبدون مبعو ساكلا ترجي كيف بدك توصله توصله ببعض بعد إن إستراكشن لليوزر وإيش الماينتنانس المطلوب وشو ما فلناك تعمل في فترة وفنك كمينتنانس لهاي السيستم نعم السافتي فيتشر يعني هم من الشغلات اللي عشان انجلنا بالهزرط اه انت بعد ما اطلع هاي حطيت السافتي فيتشر على السافتي فيتشر عادة ان احسن اشيه انك تشيل الهزرط اصلا ازا بتقدر تشيله ازا بتقدر ما يكونش فيه هزرط احسن من انك تحط سيستم يهمي منه بس انت مضطر ان يكون موجود بدا تضطر تحط اوتوماتيك سيستم طيب السيستم اسل العشرة اللي انا واقترفها اول سيستم اللي هو بايو ديزل production حتنصنع بايو ديزل ديزل منتو تاني وفيه كميكانز معاينا بيتأخذها ببدأ إيش الروببرداكس الي ببدأ من منه بببدا من البجتة من اللي هلا فيه فيه سيستم ببتستعمل ببتاحوله لديزل منسميه بايو ديزل ايش نيزه البايو ديزل عالدي من اين؟ من احكير يعني؟ من الركان كاربون 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 تربحجه وستدور كل هذه لم يجende رغم مقر مقر ما ما مقر طبعاً الناس الكريتيكس تبعت هاي مثل ايش بقولوه ولو انت اصلاً حتى تنتج العملية هاي عملية انتاج انك تنتج البيوديزل عمالك بتنتج CO2 بس بشكل عام بتأثيره في CO2 اقل بكتير من تأثير لو انك انت اخدت الفوسل فيولز فالبيوديزل بدنا ناخد احنا نبدأ بفجتابل اويل وبدنا نحول الفجتابل اويل نحوله فيه عملية هلا هون بدك تقرأ عن العملية هاي تفهم ايش مكوينة الاشياء مكوينة فيه وفيه عندي تيسيس اللي بحب استعيرها لطلاب اشتغلوا اشتغلوا يعني عملوا كثير على الهاي فبتريخكم في شغلة مكوينة وبتشوفوا ايش انواع السنسر هلا هون مثلا بدي اتحكم باللبل بدي اتحكم في درجة الحرارة في درجة الحرارة معينة لازم تحملها بدي كون في عندي هون ايش مكوينة معينة اوال اذا بدانوا من مرحلة لمرحلة تانية مثلا ايش بدي اتأكد ايش الهزرز اللي موجودة ايش بي كميكوينة معينة موجودة ايش الكنترول سيستم اللي بدي استعمله لالليبل ولالتمبرتشر شو الكنترولر اللي بدي استعملها شو الابتشويتر ويش المنتج اللي بنتج عندي في النهايه ويوزر فهاي اول احاد اول project that will provide these products to H2 A-BS Anti-lock breaking system ايش anti-lock breaking system معناها انا مشكلة في السيارة لما يكون عندي مكان هذا المكان يبدأ يصير في عندي انزلاق مدعس على البرائكين سيستم ويصير في عندي انزلاق لما يصير في عندي انزلاق شو بصير؟ بوقف العجل عملياً في حركة للسيارة والعجل بوقف من هنا فأنا بدي أعمل باكين اوف بعدين أخفر من البرائكين حتى أسمح العجل يرد يلوف لازم العجل يضل يلوف فالانتلوك بريكين سيستم براقب أوتوماتيكياً هو براقب السيستم اللي عمله بصير في البرائكين وبيعمل موديوليشن بغير كمية البرائكين بيلي موجودة بحيث انها تسمح للعجل هذا انه يضل يستمر له لانه إذا العجل موقف من هنا بدأ صار عندي سليب إذا صار عندي سليب خلص بصير تبطط بيانتي تحققه في السيارة فهو بدأ تشوف ايش السنسر المطلوبة شو الاكتشويتر المطلوب اللي هو هايدروليك في الحال هاي كيف يغير وإيش الكنترولر اللي بدي تحقق فيها وإيش عنقفها في البيدال اللي بديتعسها الساق يعني الساق عمله إدخل بيعطي إشارة معينة هاي يعني هذي ست فادي فتشوف ايش في الارتباع ايش هم عطي التعليم تكون طبعاً في عندي تنك هون حمي الوين حتى تكون ساخنة وفي أخرب كمية معينة من الزكر حالي مثلاً الكوفي مشين في عندي طبعاً كوين مشين بدي أخبر الكوين كيف بدي أدخل الكوين كيف بدي عملها سورتي كيف بدي أرشتها تشينج كيف بدي نزل الكاسات الكاسات وإيش اللي حتشويتر اللي بدي تحكم بالكاسات ينزل الكاسة كيف بدي يتأكد إنه في كاسة موجودة كيف بدي أدخل الميترينج لكمية اللي بدي هون حتى تأكد إنه كمية تصريحة تقول مشتات الكمية نعم مشتات الكمية آه بس كيف تأكد مفعلاً نزل الكامية يعني أنت ممكن أنت تفترض إنك إذا فتحت إذا فتحت البارد بفترة معينة ينزل كامية معين بس هل هذا بالضرورة صحيح؟ ممكن إنه هذا فممكن إنه كترة ممكن أن تتقرر إنه هذا كفاية بالاسبيري وممكن إنه تقرر إنه بدي أدخل كده وسيحط تقول عندي تقرر إنه كمية لنزلتي الصحيحة شوف انت تعمل تقرر شوف إيه الأجهزة الموجودة في العالم هل فيها تقرر أو اللي بتاعتبد على الفترة الزمنية معينة خلاص على الوزن من هون بتأخذ الوزن ولا بتأخذ الفترة الزمنية معينة اللي تحت فيها تقرر تقرر احتمال تكون هيك احتمال تكون هيك ما فيش فيها تقرر المعروف تلك الحفر الطبي 있다 تقرر ạn 110 طبي هاه goodbye تطبيق جدا تريل في مطافا بيضاء كل مрет بيضاء كمية شعرت ان الوزن ces يعني لو صار عندي مثلاً هاي السيارة اللي نخطط من هون كانة اكتر بكتير وعشرين طن وبديت انا ارفع بالسيارة ايش راح اعاد اشوف راح زيل فيه برشور مثلاً يعني لو هاي كانت مثلاً عشرين طن بدلا ما تكون 2 طن السيارة وبديت انت ترفع فيها ما في عندك طريقة معينة او بتقرر انت مثلا تعمل الوقت إيس الويت تبعها قبل ما تبدأ ترفع السيارة برضو كمان اتأكد ويفحص السيستم التجارية اللي موجودة ايش بتعمل عشان مرضوية تكون منافس مشاي يعني بيجي مرات بيطلع شخص بقول انا بدي اصمي بسيستم فخم جداً احسن من السيستم هاي اللي موجودة بالسوق السيستم هذا شوف هاي السيستم اللي موجودة بالسوق هتن فيها مشكلة ومرات بترفع مرات بترفعش وسرعتها مش مية بالمية وهذا بروح بيصمم طبعا هو سيستم وبيعقد السيستم وبيحط في كل الاشياء الفاخرة الفخمة جداً بيطلع السيستم هذا اللي عنده معقد وسعره ثلاث اضعاف الاسعار اللي بالسوق يفشل المشروب مشيه؟ والشطارة دائماً يا ناجي اقول انا بدي اعمل بديك انت تفهم ايش ايش المطلوب هل فعلاً هذا مطلوب يعني هل فعلاً او انت الاشياء اللي ضرفتها هل فعلاً حققت ايش اضافي للكستمر بحيث انه فعلاً تفكر انه بسوء ما يدفع فيه مثلاً زيادة 20% او 50% قوي انت بدك تدرس تشوف ايش الاشياء اللي ممكن ايش احسن طريقة حقق السيارة او كانت اندي سيارة اعلى وزنها من هون ايش كيف انا ممكن مثلاً اعمل اعمل هل بحط مثلاً هون في السيستم ولا بعمل لها توزين مثلاً بوزنها ايش يصير بعدين بعمل مثلاً بوقف السيستم بعمل او كيف يكمل فالهدرولي في الفتن بلاتفور هي الخمسة اذا ادفع على المسافة معينة بدي اعرف طبعاً اني وصلت نهاية الستروك او بدي هذا بدي نوع من الفيتباك اعرف اني وصلت في النهاية او بقرر انا انه خلص انا بارفع مثلاً لحد ما اوصل نهاية الستروك تبع لبلاتفور هاي هل بدي يكون عندي ماني ولا ولا اوتوماتيك هل بيكون كندي شخص بتحكم فيها من هون ولا التنين ممكن يكون عندي اوتوماتيك مود اكبس مثلاً يرفع كله لنهاية او يكون عندي ماني ولا مود بس يرفع مثلاً المسافة معينة احياناً كمان هاي مثلاً كنتم تقود فيها ها سيارة تلف في نفس الوقت تلف تسعين درجة مثلاً او تلف مئة وتمانين درجة لي بترتكع كيف تتحفق اللفت هاي تبع لبلاتفور هاي السيستم الخامس اللي هو سورتنج سيستم لخدرات حسب خدرات احد الاشياء اللي تشوفها للسوق الاوروبية بصنف الخطوعات حسب اقطار او احجان مطلوبها فمثلاً اذا انت بتشبيع مثلاً تصدر بندورة مثلاً او فليفلي مثلاً لاوروبا محسول تكون في عندك اقطار معينين مطلوبة احنا هون طالبين انا طالب هون للمنظورة تعمل اقطار خطر معين على الدايمة مثل تبعها وتعمل هون سورتن مثلاً في اقطار معين انا مضعف اقطار مطلوبة تعمل انتين تشوف ايش السيستم اللي تعملها وبعدين بدي سيستم تعمل في الخطرات من الجيحة وتطلع عملها سورتن في دارة مطلوبة ممكن عادتاً ليش انت حكيت ببطية انت شفتوا يعني المشروع هات شفتوا لان انا فاعرف انه بالذات نسبة من البندورة والاخيار والفليفلي في عليهم معايير دقيقة بالنسبة للسوق الاوروبية تصديرهم هدول بالذات عليهم يعني ما تقدر انت تجيب اي فليفلي وتصديرها طبعاً فيه اشياء تاني بالنسبة لمستوى الكستيسايدز ومستوى الهورمونات اللي فيها هاي بيئي سوعة بس هاي احد الاشياء كما بدخلقوا فيها بناحية الاقطار يعني مثلاً بدك تبيع انت مثلاً بيعتبروا هاي نوعيتها مثلاً من هاي نوعية واعينة اقطارها بتكون تتراوح بين هذا القطر وهذا القطر ولا بيصنفوها نوع تاني بتصير نوع مختلف من الخضروات ستة المشروع الثالث اللي هو قط الفيلم بيطل عندي خط انتاج بدي افترض الينا البطنز اللي يجعين لي هون بدي اعمل بدي اعمل اعرف عدد البطنز اللي موجودة مكانها بدي اعمل هون الكميه ممكن هون مهمة الأكد الكميه صحيحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 ما هي السنسور المطلوبة كيف السنسور تعمل مع الطيارة كيف تعمل بالضغط في مكان الصحي في الطيارة ما هي السيستم المطلوبة ما هي السيستم المطلوبة طبعاً كيف يكون في سفلاي كامل جايلة ستعمل له هيتينج كل أشياء فبنا نأخذ كلها يتأخذن بكل بعين الاعتبار والأخير أيضاً هيت سيكينج هيت سيكينج عندي مثال بتبع الطيارة بالحرارة وبيعمل قايدنج لنفسه على اساس الحرارة الي جاي من الطيارة منطبع نشوف كمان الهي موجود أيش الكنترولر الموجودة كل الأشياء التالية تحكينا عن نمر 12 نقطة ثانية في البدائي بالإسفل هذا المستقبل. في أسئلة عنها يمتوا عشر مجموعات عشر مشاريع بتبعتوا لي إيميل. هل تتمكن من المجروف تعملوا ثلاث خيارات زي كانت. في أسئلة عن البروجيكت. هل راح نعمله بعد ما نخلص هذا الشرطة راح نحاول أحكي عن فيكم عن الكنترول المستعملي بحيث أنه هذا يساعدكم في البروجيكت. راح نحكي عن الكي ستاديز اللي درسناها من الفصول الماضي. في أسئلة عن البروجيكت. أحكي أسئلة عنها.